هل تحب أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة متقنة؟ إذا أردت تحقيق ذلك فابحث عن شيخ متقن تتعلم منه أحكام التلاوة وتذكر من أتقنه من الصحابة ومنهم سيد القراء أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرأ الصحابة للقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وهو من أحفظ الصحابة للقرآن قال أنس بن مالك جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً فلوبس عليه في القراءة فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم قال فما منعك أن تفتحها علي؟ من أعظم فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب البينة قال وسماني لك قال نعم فبكى كان رضي الله عنه من كتاب الوحي وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وكان من علماء الصحابة ومن أصحاب الفتية وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي ليكن العلم هنيئا لك وكان أبي يتميز بالحكمة ورجاحة العقل قال له رجل أوصني قال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما توفي أبي رضي الله عنه بالمدينة سنة عشرين أو اثنتين وعشرين للهجرة وقيل غير ذلك ودفن بالبقيع ولما مات قيل مات اليوم سيد المسلمين مات اليوم سنة عشرين للهجرة